السلام عليكم السلام عليكم كنت أردت مني بعض تلاميذ ملخص حول الهندسة في الفاضاء الهندسة في الفاضاء موضوع ومقطع ليس صعب وكلمة الفاضاء لا تغلع ليس صعب أن نسمع الفاضاء يعني أن نشعر ورأسنا هذا الهندسة في الفاضاء لا يوجد شيء إلا أن الهندسة في الفاضاء يعني نخدمه في ثلاثة الأبعاد طول والعرض والارتفاع نحن كنا نخدمه في الأشكال الهندسية ثلاثة الأبعاد وفي الفاضاء يجب أن نتكلم عن الحجوم فيها ثلاثة الأبعاد وهي طول والعرض والارتفاع هذه هي الفاضاء ما فيما يخص ما عندها حتى علاقة بالفاضاء ولا شيء صعب ولا شيء غبن ما كان ولو تقدروا كنا نحاولون عمله ملخص صغير على هذا الهندسة في الفاضاء وتشوفوا باللي ما في حتى حاجة صعبة بشوية علينا وتكونوا فهموا كل شيء إن شاء الله ربي يعاون بسم الله نبدأ على بركة الله بالنسبة بالنسبة للأجسام اللي نعرفه الأجسام اللي نعرفهم عندنا عندنا الأسطوانة ولا عندنا نبدأ بال متوازن مستطيلات متوازن مستطيلات يكون من هذا الشكل هذا حاولنا نرسم مستطيلين هذا وهذا وهذا أنا عندي خطوط ملتقنعات يخطب منذون المساوي القياس وهم هذا الحجم التعوى اللي هو V تساوي طول في العرض في الارتفاع هذي الطول في العرض في الارتفاع كيف؟ فأنتم مساحة القاعدة مساحة القاعدة اللي هي مستطيلة قاعدة في H في الارتفاع ويساوي طول في العرض اختر القاعدة متوازن مستطيلات أغلبنا يعني أنه هنا طول في العرض في M ولحظة هنا كے نحل الفكرة لازم نعطيها لكم كين بعض الحجوم اللي نقسمو على 3 كين بعض الحجوم اللي واحد равля المساحة القاعدة ومساحة القاعدة في الارتفاع نعطيكم الفكرة التحاول والفكرة الدكية اللي كاينة وشي أنه إذا كان فيها إذا كان فيها هذا المجسم أفوا هذا المجسم إذا كان فيها سطح ما أنت استح كما تقوله ما أنت عنده الفوق عنده ميساحة هيدا استح ما أنت عنده غلاقة ولا بلاع ولا في هذه الحالة ما نقصمش على ثلاثة إذا كان عندنا هذا المجسم فيه إذا كان عندنا هذا المجسم فيه رأس في الأعلى في هذه الحالة نقصم على ثلاثة مثال نأخذ المثال تعالى نحطه لكم قدامكم المثال تعالى المخروض دوران المخروض دوران ها هذا عندي هنا ها هذا المخروض نحاول نرسمه العفو على طريقة الرسم مشي لحتلتم بعد شيء مهم ما تفهمون هنا وشك تحفو عندي عندي هذا الارتفاع يجيك مهيدا وعندي هذا هنا هذا الدلع المولد هذا مولد دلع المولد لخطر احنا كنا باللي مخروض دوران قررتها في السنوات السابقة قلت باللي هو نتيج عن تدوير مثلت قائم حول أحد ارتفاعين أحد دلعين القائمين وكتلاحظوا باللي هنا هذا عنده عنده رأس شو مصح هذا عنده سطح ولا ميساح الفوق عنده ميساح عنده قاعدة العلوية تعه عبارة ميساحة في حين هذا ما عندهش قاعدة علوية عنده رأس هذا الحالة هذا نقول باللي ميساحة المخروض دوراني عفوا حجم مخروض دوراني يساوي ميساحة القاعدة ميس أس قرس اختل القاعدة العبارة عن قرس ميساحة القاعدة عبارة عن قرس في الارتفاع هذا الارتفاع هذا هو الارتفاع على ثلاثة هما أنه أسمع وكتلاحظوا هنا هذا علشان نقسم على ثلاثة لخطر هذا رح كلي جزء من أسطوانة ميزوا معي كأن نعلي هنا كأن نعلي من هنا ونكمل الشكل هنا ندور من هنا في هالجهة وكتلاحظ باللي نتحصل هنا كلي أسطوانة معنى هذا رح كلي جزء من أسطوانة هذه ميساحة القرص في الارتيفة هذه ميساحة هي حجم تلق أسطوانة ولحجم تلق أسطوانة المخروض الدواراني هو جزء من الأسطوانة وفدنا على ثلاثة هنا قاموا بتجربة كمثال ملؤوا هذا المخروض الدواراني بالماء وحاولوا عمروا ثلاثة مرات الأسطوانة هذي اللي عندها نفس نسب قطر القاعد نقاوم باللي فيها ثلاثة تاع الكميات من هذه السياعات وثلاثة تاع الحجوم في هذه الحالة لدينا بالنسبة للمشي نعملها ثم هذي أعطيك الدامباء هذي أعطيك هنا أسطوانة لكي تشوفوا الفكرة هذي الأسطوانة أسطوانة هذي أسطوانة أي دروقة هنا هذي نعمل بفرن حطها وخطوة مسقطعة باش تجيب منظر من سبيل القياس هذا الارتباع هذي أعطيك وهذا هي الأسطوانة أسطوانة الحجمة أسطوانة هناك تلاحظ باللي عندها السطح شو؟ فيها غلاق بعدها هنا ما نقسمش على ثلاثة غير لي فيها رأس اللي نقسم على ثلاثة لما عندها هنا نعمل مساحة القرص أس قرص مساحة القاعدة اللي هي قرص في أش هذا ما كان نقسمش على ثلاثة نعمل مساحة القرص في الارتباع الارتباع هو هذا هذا الارتباع هذا هو الارتباع اللي هو نفسه هذا أي كيف كيف هذا هو الارتباع ناقش هو نفسه الارتباع لأوسن لهذا هذا القطعة نمشي وعود بالنسبة ل نمشي للهارم الهارم نفسه نفس الشي عمل كمول كمول هذا المخروج دوارين كميثة هاو هذا نفذ هارم هاو هذا هنا قاعدتهم وربعه ولا هنا نقسم هذا الارتباع هاو هذا هنا وعندي ارتباع هذا هذا هو الارتباع أش وعندي هذا هنا وسمك تشوفه هناك رأس هناك هناك رأس معنى هنا وسم نعمل 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 ميساة نعمل V هارم V V هارم حجم الهارم يساوي ميساحة القاعدة S قاعدة في الارتباع H بسرح هناك يشوف باللي كاين رأس معنى كاين على 3 معنى V يساوي V يساوي ميساحة القاعدة ميساحة القاعدة في H على 3 هنا بعد الحين القاعدة يقدر يحطها مربعة يقدر يحطها لك ميحب يقدر يحطها لك مضلع سودازي خمازي مهم ثم تحسب ميساحة تعود وتضربه في H وتقسم على 3 يمشي للشكل الآخر اللي هو كمثال موشور قائم مثال يعطونا هنا مثلت هنا عاود نفس الشيء يعطونا يعطونا هنا نفس الشيء مثلت وحده الغار يرغطوهم هايدا جيك موهيدا هايدا موشور قائم موشور قائم حتى هنا واسمك تشوفه عنده عنده سطح عنده غلاقة هاد الحالة نفس الشيء V موشور قائم تساوي مساحة القاعدة اللي هي هادي يعني عمو ثلاثة S قاعدة في H هنا نقسم على ثلاثة لا ما نقسمش على ثلاثة الخطر عنده سطح هاي لاحظت معاي ماكا حتى حاجة صعبا بتقوضوش تحبدو قوانين بنسبة كل واحد تحبدو على حيدة أنا نعمل فراسي حاجة نعمل نعمل أي مجسم الحجم التاعه هو مساحة القاعدة مساحة التحتانية هذي اللي يجي قعد عليها هذيك في الارتفاح إلاك عندي الفوق القاعدة العلوية هذه القاعدة العلوية فيها سطح معنى هنا ما نقسمش على ثلاثة ولكن عنده إلاك عنده رأس معنى هنا في هذه الحالة نقسم على ثلاثة عندي اللي نقسم على ثلاثة هاد الزوج هاده هاده هاد المخروض وهاد المخروض دوران وهاد الهارم هاد الزوج اللي تقسم على ثلاثة وكاين الثالثة اللي هي اللي هيا الكور الكورة والجلة هنا بالنسبة للجلة لأننا نفذوا الجبة خلال الجلة هي اللي عندها اللي عندها حجم والكورة عندها ميساحة نمشي و churches نحاول نرسمها عليكم لاحظ معي كنفذ الكورة هايده للنفذي النفذ الكورة كما هيدا يباش تعرفوا بلührها عباران كورة هنا بالنسبة لاحظ معي لمساحة الكورة يعطيها أنها مساحة الكرة S كرة يعطيها أنها تساوي أربعة P في R وسئتنا الحجمة الكرة لو كنخرجه وحدنا كيف نخرجه عندنا بالنسبة وكأن نحط لمستوي الكرة كما شكلها ندازي نحط فوقها مستوي من فوق كما نعرف إلى كين تماثي إلى كين رأس أو إلى كين سطح نحط المستوي فوقها نمس هذه الكرة في نقطة نمسها في نقطة في هذه الحالة نقول بالله عندها كالله عندها رأس ما عندهش ماشي كمال اللي عندها ماشي سطح مال فوق كين رأس تمس المستوي في نقطة نعمل الحجم اللي هو هذه ربعة P في R وسئتنا في الارتفاع اللي هو هذا R على ثلاثة هذه نعمل ربعة P R وسئتنا في A الارتفاع هو R في هذه الحالة على ثلاثة نقسم معه ويساوي يخرج لنا القانون تتاعه وحده هوا هذا ربعة P أي يدرك R وسئتنا في R وسواحد هي R والثلاثة على ثلاثة هوا هذا حجم الجلة لاحظوا معايا حجم الجلة هو ربعة P R وس ثلاثة على ثلاثة ومساحة الكرة هي ربعة P R وس إتنان هذا فيما يخص نمشي وعود لها كنا ننسينا المكعب ولو أنه بسيط 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 ماش نحطه باش هيدا ما تتلفوش هوا هذا مكعب المكعب تلاحظوا باللي هو السهل فيهم كامل المكعب هناك تعرفوا باللي هو ثلاثة الأبعاد وفيه الأبعاد تعالوا كلها متساوية كالطول كالعرض كالارتفاع معنى هنا V يساوي L في L L في L مساحة القاعدة اللي هي مربع S مربع في عاود دي خرج دي عاود الارتفاع الارتفاع هو L عاود دي خرج لأخر اختروا الارتفاع هذا عاود دي خرج دي عاود هو L هذا الحال تشينا V تساوي L وس ثلاثة هنا نقسم على ثلاثة لا ما نقسمش على ثلاثة علاش نخطر كين مشيلة هنا نصيب كين نسطح هايدين نصيب كين بللي عنده قاعدة علوية عبارة عن سطح بعدها في هذه الحالة لا نقسم على ثلاثة أشياء معي بللي شيء سهل ما في حتى صعيب حتى صعوبة بعد أحيانا التسميات احنا في المقاطع تعنا بعد الحيان يسميهم حتى التسميات اللي يغبنونا بهم وكان سموهما وكان ولا ربما سمو إيجاد الحجوم ولا ما كانوا شي غبنونا كما اللي يكتبونا هندسة في الفضاء بطلنا شيء شيء خوف وما يخوفوها لو غيب مثلا متعنا بعد الحيان يغبنوهم بهذه التسميات يعطوهم تسميات صعيبة يخليهم يتخبطو في هاد الامور وهي سهل ما كانوا مشيودا نقول لالشي اللي تحتاجوهتم بزاف الميساحة عندكم مساحة الميساحة على القرص مساحة القرص تحتاجوها بزاف نعطيها لكم مساحة القرص هي P في R وس 2 هذا R هو الريون اللي هو نصف القطر هذا نصف القطر هذا تحتاجوه بزاف تخدموه بالأسطو وأنا مخروض دوران تحتاجوه عندكم بالنسبة لمساحة المساحة المستطيل بينها مساحة المربع ما نهداش عليها ولا نكتبها هاد؟ كيف نكتبها هاد؟ هاد مساحة المستطيل ما تحسيش ما عليش احنا ماشي مشكلة ما مشي ما عندها اللي ما يعوش من مساحة المستطيل ما عندها دعيف ولا ما كانش تلميه دعيف حنا نتعلموه كنا نتعلموه كي ينساوه ومعليش في ايه مهمة نتعلم جينا طول في العرض L في L هي طول في العرض عندنا بالنسبة لمساحة المثلث أخدمت بها بزاف هي B في H على إثنان بعد الحياة عندكم مشكلة في تسميات هذه B هي لباس أشي الاجتفاع الهوتر وعندكم بالنسبة لمساحة المربع S مربع يساوي L في L عندنا المحيط المحيط الدائرة المحيط ما نتكلمش عن المحيط خاف ان نخلطكم المحيط الدائرة هو P في D هو P في القطر صح ما نخصنيش نخلطكم به ما كلناش نتكلمو عليه لا نخلطكم أشي ما تعرفوش لاحظوا معاين شي والشي الشي ثاني الجزء الثاني اللي هو التكبير والصغير والمعامل وهلك الأشياء اللي نخدمو به ما كلا نحن له بالنسبة للمعامل التكبير ما نبدأه ب معاملاتني معامل التكبير نحن نحن نقبره نحن نكبره طول نقدره نكبر الأطوال نقبره المساحات والمجسامات بالنسبة لو أن نكون P بالنسبة للقطة الأطاع بالنسبة هنا نكبره بK مثال عندي كتعة فيها نكبرها خمسة على المرات نعملو اتناني في خمسة تعطينا عشرة تولي طولتها عشرة معنى نضربه في خمسة هل تلاحظ معايا بالنسبة هنا عندي كمثال طوال الكبير يساوي الصغير الأصلي في K بعدد المرات نقوم بمساحة هنا تلاحظ بأن هنا عندي غيب وعد واحد تجيني أس أس واحد المساحة المساحة كندروق نرفضها نخرجها بواحد نخرجها بعد نكتبها لحتى نكتشفها لا نعملها لكي نفهم وثماني نعمل لاحظ معا كنرفض كنكبر كمثال خالية نحطها تحت المشهر تلاحظ بأنه فيها أضلاع نقدر كمثال نرفض شيء مربع نكبرها يتكبر كل أطوال الطول يكبر والعرض يكبر نعمل كمثال أس أس كمثال نرفض مربع أو مستطيل نرفض نرفض نكبر الطول ونكبر العرض كله فيه بعدين نخطر نرفض نرفض ميساحة لديه ثنائي الأبعاد نرفض الحجم لديه ثلاثي الأبعاد هذا كمثال وهذا كمثال ونكبر بالنسبة بالنسبة للميساحة نرفض الميساحة الكبيرة واسمه هي الميساحة الكبيرة هي نرفض نكبر تقوم بها تحت المجهر أو تحت شئية كبيرة يعني تكبر طول وتكبر العرض نكتب الصغير طول الصغير في ك في عود العرض الصغير في ك تلاحظ إذا أدرك الصغير في الصغير طول الصغير في العرض الصغير يعطينا الميساحة الصغير والك فيك يعطينا فيك أس إثنان معنى هنا معامل التكبير هو كأس إثنان معنى تحكين تعامل مع المساحات المعامل التكبير هو هو المعامل أس إثنان ما نرفض شغيكا نرفض كأس إثنان اخترتونا إلى بعض نمشي للحجوم حجوم اللي هي المجسامات هنخلي حتم نكتشفه كنعمل في كبير في كبير ماذا يساوي يساوي هنا عندي ثلاث أبعاد تسجد عندي نكبر الطول ونكبر العرض ونكبر الارتفاع معنى تجينا الصغير فيك في الصغير صغير فيك في أش صغير فيك معنى هنا نكبرنا الطول والعرض والارتفاع نحن معي شي سهل نكتب فهموه نحن نجينا في كبير ماذا يساوي في كبير يساوي أل في أل في أل كلموا هدو نضربوهم مع بعض أل في أل صغير في أل صغير في أل صغير في أش صغير هدو يعطينا الحجم الأصلي ولا الحجم الصغير اللي كان عندي أصلي أو هذا صغير في يدرق عندي كا في كا في كا شحال ثلاثة طعال العوامل معنى تجينا كاوس كاوس ثلاثة معنى هنا كي نخدم في الحجوم معنى تخصني المعامل الصغير المعامل التكبير اللي نستعملوه هنا هو كاوس ثلاثة إذا نقوم بإمكانك هذا معامل تكبير إذا نقوم بإمكانك المعامل التصغير معامل التصغير معامل تصغير هي كموتة التكبير إلا أنه في الفكرة التكبير نضرب في العدد يعني أن نكبره بعد طابعي أو هنا نكبر وبالنسبة للتصغير نقسم على هذا العدد هذا كاوس نقسم عليه حتى كما نقسم عليه نجعوها كشكل المعامل الخطر المعامل هو العدد المضروب ننخلوها قسم على كا نعملوها في واحد على كا معنى تهنا الأطوال نصغرهم بواحد على كا كل ما نقسمه على كا نضرب في واحد على كا نصيب وننلقى روحي كل ما قسمت على كا معنى تهنا جينا واحد على كا أس واحد لكن ما الذي يخدمنا الأخرى نفس الشيء المساحة جينا هنا واحد على كا خطر نصغره هنا في هذه الحالة نصغر الطول ونصغر العد جينا أس اثنان عاود الحجوم جينا واحد على كا الكل أس ثلاث ها هذا لاحظ معايا ما كان شيء صعيب ولا حاجة كبيرة ما كان ولا ما كان هنا ونرفض دياح المثال نرفض مثال هذا مثال حاولو نخدمها معه بعد قالوا أنه مخروض دوراني نصف قطر قاعدته 51 سنتيمتر وارتفاعه 33 سنتيمتر قالوا أنه ما هو حجمه هنا بالنسبة هنا الحل تعد تمرين 16 سنتيمتر ها هذا حاولو نخدمه ها دو يلاحظ معايا يا ضرمك هنا قالوا المخروض دوراني نصف قطر قاعدته 51 سنتيمتر وارتفاعه 33 سنتيمتر هنا لدي يمخروض دوراني اسمت فاهمنا فاهمنا باللي كيكو عنده رأس نقسم على 3 يعني أنه هو عنده رأس عارفين بلي عنده رأس. معنى هنا جينا من ساحة القاعدة S قرص في H على ثلاثة ويساوي يعطينا واحد وخمسين عفوا من ساحة القرص هي P في R وس اثنان P في R وس اثنان في H لن تطبيق العدد حتى كنا نكتبه القوانين في H على ثلاثة ويساوي جوانين باش نربح للمكان يجينا هنا P في R من ساحة القاعدة هي واحد وخمسين جينا واحد وخمسين أثنان في H وهو ثلاثة وثلاثين على ثلاثة هنا هاولا نلقى هنا كي نحسبها نلقى الحجم هنا هنا نختازل هادي جينا ثلاثة جينا ثلاثة في 11 نختازل ثلاثة مع ثلاثات وقالنا واحد وخمسين أثنان في 11 في بي وهي تجيب هاد الشكل هاي دي ناتو ما تحسبوها بالألة حسبة انا ما نخدم مباشرة ما كلاش ما نقاش نحسب فيها مهم ليش مهم هدا هو الحجم تحسبوه هاد الشكل وتحط النتيجة تاعك بسنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب نمشي قالوا نادروك ما هو حجم المخروط دورين متحصل عليه بعد تصغير هاد المخروط الى الثلاثة معنى هنا قصني نوجد الحجم الصغير الحجم المصغر الحجم المصغر بي الثلاثة الثلاثة واسمه هو معنتها معنتها عندي واحد على كهية واحد على ثلاثة هدا هو هدا هو الثلاثة اختلاحها معايا بصح هذه طال أطوال معنتها هناني يخدم في الحجوم أنا واسم معنتها وقصني نعمل معنتها نعمل في مخروط مصغر الصغير يساوي في مخروط أصلي في أصلي اللي خدمناه في واحد على ثلاثة الكل أس بثلاثة لخطراني ماشي نصغر كل أبعاد تاعه بثلاثة معنتها نضرب في واحد على ثلاثة أس ثلاثة أي المساحات الأصلي عفوا الحجم الأصلي عندي هذا أنا ثم أن نقوم بالحسابات أن أعطيكم ميش شكل كي تشتخدموه ثم الحسابات سهلة ألا حاسبها ورأيت حاسب هاي دي أس اثنان في ثلاثة وثلاثون على ثلاثة في أي دروك هنا واحد على ثلاثة أس ثلاثة الواحد هنا هنا الواحد يسفد من الأس وثلاثة تسفد من الأس واحد أس ثلاثة تعطينا واحد ثلاثة أس ثلاثة هي ثلاثة في ثلاثة جينة تسعة وعوني ننربها في ثلاثة جينة سبعة وثلاثة هاي دي وتصيب النتيجة التاعك الحجم المساعة بالسنتيمتر المكعب العفوا بالنسبة للحسابات أنا ما نحبش بزاف الحسابات بزاف نحب الفهمة هي اللي تهمني أما الحسابات وما نعرف باللحية هداك ما شيء تعرفوه ومشي مشي اللي شيء ليقلكم حيث لا تفد ألا حسابة وتحسب ما عندها ما تغبنك وتحط النتائج تحك نمشي المثال هدا أو هذا مثال هدا طعم هرم هوا هذا عبارة عن هرم نحاول نحاول نخدم معاود هدا هدا عندكم موجوده الكتاب المدرسي هم هنا المجسم أس أبي سي هرم قاعدته مثلث أبي سي قائم في سي نقطعه بمستوي موازن القاعدته فنتحصل على مثلث أفتحة بفتحة سبتحة يعطى أي دروك هنا نحط المعلومات هنا عندي أس أ من اللي هنا اللي هو إثنى عشر عندي أس أفتحة هذه اللي لازم نتكلم عليها دروك باش نفهموك شنخرجو المعاملات هنا أس أفتحة اللي هي ثمانية متر وعندي أس سي كامل هدا يمثل ارتفاع أس سي اللي هو تسعة أعطونا مساحة المثلة أس أعطونا أس أبي سي يساوي ربع وستين متر وربع أعطونا في المقابل أعطونا في في الهرم أعطوها هي 192 متر مكحب هادي كش نخرجوها هادي نجمو ونخرجوها وحدنا بلا ما نحتاجوا بلا ما نحتاجوا أعطوهان كشي نخدموه لاحظ معايا هنا نمشي غير المثال هنا هاو هذا في هرم ماذا يساوي في هرم قلنا باللي يساوي مساحة القاعدة اللي هي أس قاعدة في أش على ثلاثة الخطر عند الهرم فيها رأس الفوق في هنا رأس عندها نقسم على ثلاثة أية جينا هنا شو لاحظ معايا نرفض 64 هي المساحة القاعدة أعطوها هنا في أش اللي هي تسعة على ثلاثة كيف تحسبو هذه تلقوها مية واثنين وتسعين متر مكحب تسمع أنها وما أعطوها هنا غزية دائقة نقدر أن يخرجوها واحد قالوا أنها درواك وحسب بالطول أسافتها أنا ما نقول لكم سؤال واحد آخر نقول لكم سؤال إضافي نقول لك استخرج ندرواك هنا كي قطعنا هذا الهارم لاحظة معي كي قطعنا هذا الهارم تحصلنا عودها على هارم مصغر الفوق يعني كاين الهارم الأصلي وهو الكبير والهارم المصغر وهو راه الفوق هذا أفتها بفتها سيفتها وهارم متع مصغر لاحظة معي هنا نخرج معامل التصغير الذي نخدم به نخرج المعامل التصغير هنا استخراج معامل التصغير نقوم بفتها نقوم بفتها لا تقوم بفتها لا تقوم بفتها بالنسبة لخدماتنا نفده دائما الطول الصغير على الطول الكبير الطول الصغير على الطول الكبير لكن يكونوا من نفس النوع لاحظ معي نرفده طول الصغير على الكبير نرفد العرض الصغير على العرض الكبير نرفد الارتفاع الصغير على الارتفاع الكبير بالنسبة للمعامل التكبير نعمل بالعكس بالمقلوب نرفد الكبير على الصغير نفد صغير العرض الكبير لا يخرج لد أكبر من الواحد الخطر أن نضرب هنا نفد صغير على الكبير يخرج لده في سيف باصل يعني هنا ننصغر نرفض الكبير على الصغير يضع كبير من الواحد في هذه الحالة ينكبر في هذه الحالة أعطينا ومعطينا الارتفاع ومعطينا ومعطينا السا في هذه الحالة أعطينا السا السا هذا الدلع الكبير الذي كبير ومعطينا ومعطينا نفس الاستيقامة والذي يشبهه في المخروض الصغير وهو اس افتحه ومعطينا كانوا يطلبوا مني لاحظوا معي نخرجوا من هذا ونخرجوا معامل صغير ومعامل كبير المداوب المعامل صغير المعامل صغير نرفضه الصغير على الكبير بصحي خصي يكونوا من نفس النوع معانته إلا رفضنا على اس إلا رفضنا على اس إلا رفضنا على اس بصحي خصي على اس لنفس يكونوا متشابهة من ناحية النوع لكي نستطيع 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 من طول ومن العرضية ونستطيع نستطيع نستطيع طول صغير طول كبير العرض صغير ارتفاع الكبير ارتفاع الصغير لا نستطيع نستطيع لا يخرج معامل ليس هو الذي كبرته أو صغرته أو شيء آخر معانته في هذه الحالة نستطيع نرفضه الصغير على الكبير معانته نرفضه اس المعامل يساوي اس اس على اس ويعطينا هنا 8 على 12 بالاختزال هذه نختزلها على 4 وهذه نختزلها على 4 تعطينا هنا كسمة 4 أربعة لكي نستطيع نبسط لا يهم بالنسبة 8 على 4 تعطينا 2 وبالنسبة 12 على 4 تعطينا 3 هذا هو هذا هو معامل الصغير هذا الصغير وكان في تمرين واحدة اخر يقول لك يحبوا يقلبوننا هذه الخدمة تكبير كان يحبوا دروقية يقلبوننا لها الخدمة يقولوا لك يعطوني معامل التكبير بحيث هذا الصغير نرجعه كبير مشي كبير مشي كبير نرجعه صغير يعطيني العكس في هذه الحالة نعمل نعمل الدلع الكبير على الدلع المشابه له الصغير معانتها نعملها في هذه الحالة نعمل SA على SA ويعطيني هنا 12 على 8 ونختزل بنفس الكيفية على 4 ونصيب هنا 3 على 2 معانتها معامل تكبير هو 3 على 2 يدروق هنا إلا قال لك كبر المساحة معانتها نعمل إلا قال لك هنا نكبر أو صغير نعمل معامل 2 وإلا قال لك نكبر الحجوم معانتها نعمل معامل 3 تروق قال لنا قال لك استنتج مساحة وحجم الصغير تروق نعودوا للتمرين لدينا قال لك استنتج مساحة A فتحة B فتحة S A فتحة B فتحة سيفتحة ما نرى نعمل المساحة الأصلية S ABC في المعامل تحت الصغير ما هو 2 على 3 بصحة 2 2 لماذا لدي خطر هنا لدي مساحة معانتها فيها الطول وفيها بعدين معانتها 1 على 2 1 على 2 3 ليس شرط أن 1 على 2 على 2 على 5 3 على صغير مهم هذا كل ناتج حسب 0. صغير صغير 1 على A 1 صغير سنضرب سنضرب بصغير 1 على 1 لا 1 على مقياس الخريطة في Premiere من الصغير وماء المساحة هي 4 ونضرب 2 هنا الفقاني سفاد من الأوس تولينا اثنين 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 ربعاء ثلاثة تسفاد من الأوس لدينا تسعة وهنا تعملوا ربعة وستين فيربعة كاسمة تسعة وتتعدي الناتجة بالسنتيمتر مربع نزيد اضع لكم الحسابات لا يهمني حسبهم ايهمني للحل نمشي ونرى الحجم الحجم المصغر V مصغر V مصغر ترفض V أصلي اللي أعطاه لك في هذه 2 على 3 تدرك هنا المعامل رأي عندي في ثلاثة الأبعاد معنى تدرك في المعامل تتغير أس ثلاثة وتعطينا هنا V أصلي اللي هي صبناها أعطوها هنا 192 في يدرك 2 أس ثلاثة هي 2 في 2 في 2 نجيبناه 8 و 3 أس ثلاثة هي 3 في 3 ثلاثة وتعطيناها على 27 وتلقاوا النتيجة بالسنتيمتر مكحب تحطوه النتيجة لحتوا معايا ماشي شي صعيب ولا أنا راني شوية مزروف باش نكمل لكم هاد المراجعة ماش نهتم بالحسابات والتحضيرين يحكدوا مباشرة ماشي يبقى لكم الحسابات حسبوهم وحدكم ماشي مشكلة ماشي حاجة اللي تصعب عليكم نزيدوا الواصل بالنسبة لمثال مثالة هذا هنا أعطونا أعطونا هذا الهارم قالونا S A B C D هارم قاعدته مربع طول ودلعي 35 وارتفاعه عشاني أحسن مساحة القاعد S قاعدة تساوي مساحة القاعدة عندنا الدلع في الدلع مع أنت L في L S مربع هنا مربع تعطينا L في L وتساوي 35 35 35 قالونا أحسن بحجم هذا الهارم الحجم اسمه هو معنتها V هارم تساوي مساحة القاعدة S قاعدة وهي مربعة في H وماذاك عنده هنا رأس معنتها نقسم على ثلاثة وتجينا هنا في التالي ها هيدي نجي 35 في 35 في H اللي هو 20 على ثلاثة وتساوي قالونا أرادنا الحصول ثلاثة وانتم ما تحسبون أنا وكما أقول لكم الحسابات عليكم ما تعاملوا حاجة أرادنا الحصول على هارم وصغر له بحيث يكون طول دلع قاعدته هو 7 لاحظوا معايا دروق هذي نفهموا بها غاية لاحظ معا القاعدة الأصلية شحال الدلع الأصلي شحال كان فيه القاعدة الدلع الأصلي تعالي القاعدة شحال كان فيه 35 معنتها L كان فيه 35 سنتين أنا حابة أن نرجعه يولي فيه هذا الكبير أنا حابة أن نرجعه صغير ويولي فيه 7 يولي فيه 7 هنا معنتها دروق اسم قد لكم تعاملوا معامل تعالي الصغير واسم تعمل تعمل الصغير على الصغير على الكبير بالصحة اللي كيفه معنتها كما هيدا دلع دلع تلقى عيدة دلع تلقى عيدة أيما نعمل هنا 7 على 35 إياه دروق هنا نقصم البسط والمقام على 7 كيف نختازل كسمة 7 كسمة 7 تساوي 7 تعطينا 1 و 35 على 2 نصيبها 5 معنتها معامل صغير هو 1 على 5 معنتها صغرنا بالخمس قبل هذا نحسب الحجم مثل هارم المصغر الحجم هارم مصغر حجم الهارم المصغر واش يعطينا يعطينا بنسبة للحجم الأصلي هوا هذك هذي 35 في 35 في 20 على 3 في دروق نرفض 1 على 5 قس 3 هوا داخل رجنا له مش نصيب الحجم تعال هارم مصغر قبل نزيد وصل بالنسبة دروق كان يعطينا نحل فك يقدروا يعطيه يقول لك استخرج للمعاملة شوف معي كان يعطينا دروق مثال يعطينا يعطينا معلومة يعطينا يعطينا لاحظ معا يعطينا S S صغير تساوي 1 على 4 S كبير يعطينا هنا يخدموه في المساحة يقول استخرج معاملة صغير معاملة صغير ليس هو 1 على 4 هنا ويقول استخرج معاملة صغير الأطوال يعطينا المعاملة الصغير الذي يخدمنا به هذا 1 على قبل قبل نعمل ل 2 يعطينا حالة هذه 1 على 4 هي ترك نطابق هار على القاعدة ساوي S كبير أو 1 على هنا S كبير في 1 على K 2 معنى هذه هي هذه معنى هذه وكانا عندي الحق نكتب 1 على K 1 2 معنى 1 2 تبقى 1 وK 2 تساوي 1 على 4 يعني بالرابع المتناسب تخرج K 2 1 2 1 4 1 ويساوي K 2 4 معنى K 2 2 2 معنى معامل صغير الأطوال هناك يجي يقول إيا صغير لطول من بعد يقول في الأول لديك هذه المعلومة إيا صغير لطول هنا المعامل الصغير الذي تستعمل هو طاعة الطول وهو 1 على 1 على 2 اختر هذا الذي أعطوه لك لا أعطوك 1 على 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 خرجنا نحن وكان يعطونا عود مثال آخر بالحجم بعد أحيان يشبتونا بأشياء صغيرة يشمتني بها يعطونا V صغير يساوي 1 1 على 9 أو 1 على 9 يعطونا حاجة صعبة صعبة نعمل 8 على 27 8 27 V كبير يقول لك يخرج معامل صغير أو يقول لك بات صغيرة طول أو يجب مهم نفهد الحلوك سنخرج 1 على كم يساوي هذه هذه ما هي 1 على ك هذه 1 على ك أو 3 معنا هنا V سكن طبقها مع القاعدة جين 1 على ك أو 3 ك كبير معنا هنا في هذه الحالة عندي 1 على 1 أو 3 جين أو 3 أو 3 أو 3 أو 3 أو 3 تساوي اختر البسط يسفد من أو 3 أو 3 أو 3 أو 3 أو 1 أو 1 أو 1 أو 3 أو 3 أو 3 هي يساوي 8 على 27 هنا نقدر باش ما باش ما نحصلش هنا واس نعمل نخلي هذه نخليها كما هي أو 3 واس نعمل هنا نمشي لهذا 8 على 27 ونعمل هالجدر التكعيبي هالجدر التكعيبي يرا عندكم في الآلة حاسبة تعمل ياما shift وتعمل هذيك اكس اوس اتنان تخرج لك تخرج لك حل حل جيدر ثلاثة مكتوبة ياما تمشي مباشرة لها كي يمع الآن حاسي حالات حاسيبة مباشرة في هالجيدر التكعيبين ايه هنا تخرج لك شكون هو اللي نضربه في ثلاثة شكون هو اللي نضربه في نفسه ثلاثة مرات باش يعطيني ثمانية واثناني في اثناني في اثناني مجينا هنا اثناني شكون واني نضربه في نفسه اه ثلاثة طعال مرات باش يعطيني سبع عشرين هو ثلاثة ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة تعطينا سبع عشرين هاو ده خرجنا المعامل التصغير واحد عليك في هاد الحالة اللي هو اثناني على ثلاثة عندكم تنشمتوا بالنسبة للمعامل اللي تخرجوه هنا هادوك اللي اعطوهم منها بالنسبة الاولى هاداك واحد عليك اوس اثنان وبالنسبة لتالي حجم هاداك واحد عليك اوس ثلاثة اعطوه هنا ماشي واحد عليك واحد عليك ثم تخرجوه ثم تخرجوه قيمتك ولا تخرجوه باش تخدموه هنا نفس الشيء كنت قادرين نحط هنا نعملوه بصند الجدر وبصح هنا نعملوه جدر تربيع كنا نعملوه جدر تربيع يجينا جدر واحد اللي هو واحد وجدر ربعة جدر ربعة اربعة هو اثنان وتعطينا واحد على اثنان كنا قادرين نخدموها بها الطريقة ما تجينا اسه مهم هادا الشيء اللي نقدر نروق نخدموه فيه اللي قدرت خدمته فيه في وقت وجيز كخلاصة باش تراجعوه ان شاء الله يا ربي تخدموه وتحاولوا بوحدكم ارفضوا ورقة وحاولوا تحلوه معايا باش باش توفوا رواحكم الى قادر الى هادوك القواعد استوعبتوهم ودخلوه للراس ولا مازال الامور امور مازال مشوشة حاولوا على الاقل طبقوا هادا هادا التمريني ولا هاتا اللي عملتهم حاولوا طبقوهم بوحدكم علاشنا خطركم وتطبقوهم شيء يتبقى قراء معلومة هادا ا ا ا ا ماشي مثبته لازم تطبقوها باش ت dictatorship في النظارise من ذهاب التعكم ويمسح ابطوركون قمر بيعاونكم و والنجح ان شاء الله شكرا شكرا